دشنت تهاية الصحة بدبي اول روبوت من نوعه في الشرق الاوسط لصرف الدواء من دون تدخل بشريا في مستشفى راشد ويعمل الروبوت الذي بدأ الخدمة منذ صباح الباكر بقدرات هائلة وتقنيات فائقة المستوى لصرف اثنتين عشرة وصفة طبية في قل من دقيقة واحدة وهو يتحمل تخزين اكثر من خمسة وثلاثين الف علبة دواء من خلال باركوت خاص لكل صنف دواء ويبدأ بصرف الادوية بضغطة زر من دون احتمالات لأي اخطاء ويتمكن هذا الروبوت من خلال الذكاء الاصطناعي الفائق من التفرقة بين صرف علب الادوية الكاملة والادوية الموصوفة بحبات دواء محددة في وقت اكدت هيئة الصحة بدبي ان الروبوت يعد احد اهم تحولاتها لتعميم الاساليب الذكية على خدماتها معلنة عن التوسع في تزويد مستشفياتها كافة بالروبوت الجديد خلال الفترة المقبلة وكان معالي حميد محمد الكطامي رئيس مجلس الادارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي قد اطلق مرحلة جديدة من مراحل التحولات الذكية التي تتبنىها امارة دبي في جميع المجالات وخاصة المجال الصحي حيث دشن معاليه صيدلية الذكية في مستشفى راشد والتي يقوم على ادارتها وصرف الادوية فيها روبوت خاص يساعده بعض الصيادلة وقال معالي الكطامي ان هيئة الصحة بدبي ماضية في تبني جميع المشروعات والمبادرات المدعومة بالافكار المبتكرة والاساليب الابداعية والتجهيزات والتطبيقات الذكية التي تستهدف تقديم خدمات عالية الجودة وتفوق توقعات المتعاملين وتحقق سعادتهم في موجه معاليه الادارات المختصة ومنها ادارة خدمات الصيدل بالاسراع في تزويد جميع مستشفيات الهيئة بالربوت الجديد